السلام عليكم و أهله و السلام فيكم في قناة ناصر Gamer Zone لعبة Nobody Wants To Die من Studio Critical Hit Games كما ركشف عنها لأول مرة يوم 12-3 من عام 20-24 طول أنا بكل أماني لما شفت نجحة هاي اللعبين هاتثير اهتمامي ويتخليني أتحمس أشوف أزيد من التفاصيل والمعلومات عنها خصوصا أنا بشكل عام بحب الألعاب اللي فيها تركيز على مفهوم الجرائم وتحقيقات الشرطة مثل لعبة الانور بس طبعا قبل ما ندخل في زبدة الموضوع يالت لا تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة لكل شيء في عالم الألعاب عموما وأكسبوك صصوصا طبعا من باب تعبئة السياق بس حبيت أوضح أنه لعبة Nobody Wants To Die رح تكون هي أول لعبة فعليا بيشتغل عليها Studio Critical Hit Games والتي تم تأسيسه في عام 2020 من مطولين خبرة في عالم الألعاب والتي كانوا حطين في موقعهم أنهم من قبل فترة أنهم شغالين على لعبتهم الأولى اللي وصفوهن رح تكون لعبة مغامرات قصصية من موضوع الشخص الأول والتي رح تكون أحداثها في فترة زمنية مستقبلية ورح تكون مبنية بالكامل باستعمال محرك أنريل هذه اللعبة حديثا شوفنا أنها رح تكون هي لعبة Nobody Wants To Die والتي تم الكشف عنها مثل ما حكيت يوم 12 ثلاثة والتي من الواضح نحن رح تكون لعبة تحقيقات خيال علمي للأسف الفيديو كان سينمائي بالكامل وما كان في أي نوع من أنواع الجيم بلاي فسي بكل أمان الفيديو كانت تحفي فنية من ناحية الجرافيكس واللي بعرف رح تحكو لي أمجد وكتير ععب يكون الكشف تباهها عبارة عن فيديوهات CGI بتبهرنا وتدهشنا واللي هذا الاشي أحيانا بغشنا بيعطينا انطبعات خاطئة عن اللعبة وبعدين منصدم أن اللعبة ما إلها تدخل أبدا بفيديو الكشف الأولي بس أنا شخصيا بعتقد أن لعبة Nobody Wants To Die رح تكون شادة عن هاي القاعدة وتبهرنا بس ننزل إن شاء الله في عام 2024 طبعا مثل ما حكيت ببعنه فيديو الكشف الأول كان عبارة عن CGI فما كان فيه تفاصيل واضح عن طبيعة الجيم بلاي بس من التفاصيل الخفيفة اللي بيانت في الفيديو من الواضح أنه لعبة Nobody Wants To Die رح تخلينا نلعب بشخصية محقق شرطة مخضرم بمهمة لحال قضية خارجة عن المألوف والمتعارف عليه على مستقبل وخيال علمي بس رح نشوف أنه تصميم ممعتمد على فترة الألف وتسعمائي وأربعين ولف وتسعمائي وخمسين من وقتنا وزماننا الفعلي طبعا لعبتنا رح تضعنا في فترة الالفين وتلاتمية وتسعة وعشرين ولي رح نشوف أنه ثيم العام اللي موجود فيها وكانوا عم بستعملوا أغراض كانت موجودة بالتسعينات من زمننا وسائل الشغلات والأمور المختلفة معطينها تصميم وطابع مستقبلي وخيال علمي بحيث أنه رح تكون أول مشوف السيارات إنها بتطير بالجو بدل ما تمشي على الأرض وغيرها من الأمور اللي رح تقل الفترة الزمنية تبين قديمة من ناحية الأغراض والمواد الفيزيئية اسمه استقبلي من ناحية التطبيق العملي والاستعمال تبعها رح نشوف في لعبة Nobody One So Die إنه اسم اللعبة اسم على مسمى بحيث أن الناس في هاي الفترة في زمن الـ 2329 نصلوا إلى مرحلة الحياة الأبدية وإنه موضوع الموت صار إشي ممكن إنه ينهزم عن طريق عملية بتنفيها نقل ذاكرة الناس إلى أجسام جديدة وبالتالي هك الشخص بعيش بشكل لا نهائي في هذا العالم رح نشوف إنه هذا التطور التكنولوجيا والفكرة الخيالية في إعطاء حيالة نهائية للبشر رح يواخد دور رئيسي في الجيم بلاي تبع اللعبة بالإضافة إلى القصة بحيث إنه هاي العملية رح تكون مكلفة وغالية ومش أي حدا بيقدر أن يحصل عليها ورح نشوف هنا متواثرة وحكرة على مجموعة من نخبة المجتمع والأغنياء طبعا الأمور التكنولوجية وأفكار الخيال العلمي اللي موجود في هاي اللعبة ما رح يكون فقط حصر على موضوع هاي التكنولوجيا اللي بتعطي الحياة لنهائية للبشر رح نشوف كمان شخصيتنا في هاي اللعبة اللي هو محقق الوفيات جيمس كارا رح يكون عنده جهاز في إيده مثل الإسوارة على إيده اليسار وإنه رح يقدر يستعملوا في التلاعب في الزمن واستعمالوا في مسارح الجريمة على اختلافها وإنه رح يخليه قادر على إعادة بناء مسرح الجريمة وبالتالي إنه شوف من وين الرصاص انطاخه وكيف ماتوا الضحية والعديد من الأمور الثانية اللي رح تخليك تشوف الجريمة وكأنك كنت إنت موجود لحظتها على صحيح أن هاي الفكرة يمكن مش أول مرة ما نشوفها في عالم الألعاب لأنه سلسلة ألعاب باتمون آركم سبقت لعبة نوبادي وانس تو داي في هذا الإشي نوعا ما بس كان الأسلوب تبع باتمان في ألعاب آركم كان هو أسلوب تحليلي بناء على الأدلة الموجودة في ساحة الجريمة واللي بصير قادر على إعادة رسم وتصور لمسرح الجريمة باستعمال بتصير كأنك بتشوف شغلات من الماضي عشان تقدر تعرف من المجرم أو وين راح بس الشغل الأتوقع أنه رح تخلي مفهوم التحقيقات في لعبة نوبا دي وانس تو داي يتميز عن ألعاب آركم وانه هاي اللعبة رح تضعنا في زمن مستقبل كتير متقدم واللي ممكن يخلي فكرة إعادة تصميم مسرح الجريمة يكون بشكل مستقبل أكثر بتكون الأمور اللي إحنا قادرين على إعادة عملها أوسع وأكبر وحتى ممكن يكون فيه إمكانية للتعديل على مسرح الجريمة والتلاعب فيه خصوصا طبعا الجهاز رح نشوف أنه قادر على التلاعب الزمن بشكل وبآخر بس التلابع على رواية المعلومات المتوافرة عنها على صفحة على موقع ستيم يحكي أنه صديقنا المحقق جيمس كارا بالإضافة إلى زمنته الشرطية المبتدئة سارة كاي واللي رح يكونوا شغلين في هاي اللعبة على أحل قضية قاتل متسلسل بلاحق الناس الأغنية ونخبط المجتمع وبقتلهم لأسباب مجهولة واللي رح يستعمل المحقق جيمس كارا مهاراته كمحقق جرائم بالإضافة طبعا إلى الجهاز الإسوار الموجود في إيده عشان يقدر يتلعب بالزمن لإلاق الأدل الكافي لإلقاء القبض على هذا المجرم ويكتشف الأسرار السودة اللي بيعيشوا أغنياء ونخبط المجتمع بالإضافة إلى الحقيقة المرعبة وراء كل جرائم القتل اللي عم بتصير وبرضو من الواضح من المعلومات المتوافرة على صفحة اللعبة على ستيم لأن اللعبة رح يكون فيها قرارات وخيارات رح يكون قادرين على اتخاذها في تقدمنا في القصة ومواجهتنا للعديد من القضايا والمواقف واللي أغلب الظن رح يكون إلها دور مباشر على العالم والقصة ولهذا الإشي صراحة بخرط مخي وبيعجبني عادة في الألعاب لأنه أنا بحب الألعاب اللي بتعطينا حرية في عمل وتصميم القصة اللي بدي إياها في عمل قرارات وخيارات تكون مصرية ويكون إلها وزن وتأثير على العالم الفعلي لعبة Nobody Wants To Die رح تكون مبنية بالكامل باستعمال محرك أنريل 5 واللي من الأكيد رح يعطيها بعض أفضل وأحلى الصور الواقعية بالإضافة إلى الإضاءة ومؤثراتنا الواقعية والعديد من الأمور اللي أتوقع رح تخلي لعبة Nobody Wants To Die ومن أحلى للعب من ناحية الرسوم والصور لما تنزل إن شاء الله في عام 24 طبعا مثل ما أنا حكيت في المقدمة جزء أساسي من الأسباب اللي خلتني أتحمس للعبة Nobody Wants To Die هو تركيز على مبدأ تحقيقات الشرطة ومسارح الجريمة اللي ذكرتني بلعبة L.A.N.O.R اللي نزلت في 2011 واللي على الرغم إنها اللعبة مش كاملة بس بنسبة لي كانت تعتبر واحدة من أكثر العاب اللي بهرتني لما لعبتها وقتها طبعا لعبة L.A.N.O.R كان جزء أساسي من حملة تسويقية اللي عملتها روكستار لإلها كان هو قوة الرسوم والصور القريبة جدا من الواقع والتعبير الوجهية الدقيقة اللي تم طبعا الحصول عليها باستعمال تكنولوجيا الموشن كابتشر اللي كانت جزء أساسي من اللعبة سواء كان في الكاتسينز أو من جوة الجيم بلاي العام تبعها على صحيح إنه لعبة L.A.N.O.R رح تبين الآن إنها لعبة عيسي من ناحية جودة الصور بس في عام 2011 كانت واحدة من أكثر العاب اللي بهرت العالم بكل التعبير الوجهية بلضافة إلى أسلوب التحقيق العميق في التفاصيل من ناحية استجواب المتهمين وتجميع الأدلة والحقائق عشان تقدر أنك أنت تستخلص المجرم من بين مجموعة المتهمين الموجودين بس للأسف شفنا على الرغم من أنه لعبة L.A.N.O.R كانت مبنية على معادلة واعدة واللي كان ممكن يتم استغلالها بشكل أفضل في جزء ثاني أو حتى جزء ثالث بس مع إغلاق الأستوديو المطور تبعها تيم بوندي بالإضافة أنه روكستر نفسها استغنت عن اللعبة وعلنت أنه ما رح يكون في جزء ثاني منها بالمرة وبشانك بتمنى أنه لعبة Nobody wants to die تكون هي اللعبة اللي تعطينا الإشي اللي أنا شخصيا متشوق لإله وهو العودة إلى ساحات الجريمة والعمل على حلها بدور محاققين شرطة وشوف قضايا غامضة وشائقهم ملياني بالأسرار والخبايا والمهم ياريت تخبروني في رأيكم في لعبة Nobody wants to die وهل أنتم متحمسين مثل لإلها وارضو خبروني إذن تمنى الناس اللي لعبوا لعبة L.A.N.O.R وشو كان رأيكم فيها وقتها وياريت مرضو في نهاية الفيديو لا تنسوني في زر اللايك والاشتراك في القناة لمزيد المحتوى شكرا لكم من المشاهدة بنشوفكم إن شاء الله فيديو محتوى تاني فأتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم